الجلسة التي حسم بها منصب نائبي محافظ صلاح الدين والتي وصفها أعضاء في المجلس بالأهم من بين الجلسات التي غطاها الزميل محمد الربعي بالتقرير التالي بجلسة هي الأهم حتى اليوم مجلس صلاح الدين ينهي التصويت على نائبي المحافظ ورؤساء لجانه ويضفي لمسته على مدراء الدوائر والمسؤولين في الأغذية والنواحي في تغييرات شاملة تعطي الرأبة الواضحة للمجلس ورؤساء كتله بالاعتماد على خيارات تناسب مصالحهم في قيادة المرحلة المقبلة المجلس أكد بأن الجميع سيكون تحت طائلة المحاسبة ولن تكون أي جهة حكومية بعيدة عن رقابة اللجان التي ستتكفل بتخيم عمل جميع الدوائر ستسمعون بالإعلام كلام كثير على دوائر أخرى لحد الآن في جلسات مجلس المحافظة لم يضعنا الدوائر الخدمية لحد الآن لم يضعنا بهذا الملف كل دوائر الخدمية في صلاح الدين ستكون تحت طائلة المسؤولية من قبل مجلس المحافظة اللجان مجلس المحافظة ستتشكل وستبدأ بالحركة المكوكية للدوائر وتنقل تقارير مفصلة عن هذه الدوائر وعن ما هي الخدمات التي تقدمها لأهم كل مواطن في محافظة صلاح الدين الرؤية الجديدة التي يحملها مجلس صلاح الدين في إدارة المحافظة بشكل جديد ومغاير يعطي الأمل بتغيير مرتقب ومرحلة عمل وإنجاز إلا إن البعض يرى بأن هذه الخيارات يجب أن تكون متوازنة بين التخسيمات الحزبية للكتل من جهة واختيارات الكفاءة من بيد الأسماء التي يمكن أن تقدم الأفضل لأبناء المحافظة من جهة أخرى مجلس المحافظة والمحافظة إلى رؤية جديدة يحتاجون احتمال إلى أدوات جديدة الأدوات الفاشلة الأدوات الفازلة أكيد هذه قابلة للتغيير نتمنى أن تكون تقييمات دقيقة وحقيقية بتغيير الوجوه لدارة محافظة الصلاح الدين من الفترة السابقة وكيد كلها تصبح بمصلحة المحافظة ومصلحة مواطن محافظة الصلاح ويصف مختصون مشهد تغييرات المناصب في صلاح الدين بأول اختبار للمجلس وأعضاء الكتل السياسية لإثبات صدق نواياهم بوضع لمسات يسعون من خلالها للتغيير وأنهاء حقبة الفساد التي عاشتها المحافظة خلال الأعوام الماضية محمد عادل الرضيعية الرابعة صلاح الدين